مرحبا مواليد برش الحوت معكم كارمي شماس اليوم بدي احكي عن التوقعات الأسبوعية من التانين 17 للأحد 23 بهذا الأسبوع في شغلتين مهمين وحدة أول وحدة هي أنه الأمر والشمس بيلتقوا ببرش الأسد فجر الأربع يلي هي صفحة جديدة لجميع الأبراج بالنسبة لكم هي صفحة مهنية وصحية جديدة قرار لتحسين لتظبيط لتزبطوا حالكم شكلكم همتكم صحتكم بداية لممارسات رياضية لا يمكن نظام غذاء جديد لعمل جديد لتاخدوا قرارات بتطور وتحسين الأمور المهنية والصحية هذا هو الأمر الجديد وبالتالي بعتبر هالأمر الجديد بيشكل نوع من صفحة جديدة الحدث الثاني المهم هالأسبوع يبدأ بيوم السبت 22 بتمام الساعة 7 إلى 4 المساء توقيت بيروت وبتدخلوا بالجزء الثاني من شهر آب أغسطس لازم ترجعوا تسمعوا الفيديو لتوقع شهر آب أغسطس لبرش الحوت لأنه الجزء الثاني مختلف كلية عن الجزء الأول بتلاقوا الرابط بالوصف لهذا الفيديو فخلونا نشقف ونضبط هذا الأسبوع تنين والتالتة الأمر موجود ببرش الأسد في عندنا عنوان كتير مهم أمور صحية أمور مهنية يمكن تغيير شغل تغيير مكان شغل أو اهتمامات صحية جديدة حضروا حالكم في شغلة كتير يومين يمكن تتعبوا فيهم الأربع الخميس والجمعة حتى تسعة وثلث صباحا توقيت العالمي الأمر موجود ببرش العذراء في موقع مواجه لألكن دخلتوا في فترة مواجهات متعبة مرهقة تتحديكن وبتعبكن مواليد ببرش الحوت الأربع الخميس والجمعة حتى الظهر هي فترة مطلبة متعبة جسديا متعبة فكريا بتلاقوا أنه أي شخص كان أنتم عاديينه احتمال أنه يردلكم إياها فبكونوا حاضرين أحسن شي تعملوا أنه هذه الفترة تبعدوا عن المشاكل يلي بيعمل معكم مشكل بتكون تتفيدوه وما تتفيدوه المشكل بمشكل بيكم تفيدوه بالهدوء وباللطافي بيكم تحاولوه تضبطوه الجمعة ساعة 9 و 3 صباحا يعني 12 و 3 ظهرا بتوقيت بيروت الأمر بينتقل لبرش الميزان فبترتاحوا من هالضغوط ومن المعاكسات بترتاحوا صارت وراكن لكن مش كتير لأنه الشمس رح توصل لبرش العذراء السبت المساء مشان هيك عم بقلكم رجاء أن ارجعوا وسمعوا الأبراج لبرشكن لشهر آب أبوستوس الميزان الأمر برش الميزان من الجمعة 12 و 3 ظهر توقيت بيروت حتى الأحد وحدة و 3 ظهر الأمر برش الميزان مساعد لإلكم عم بيقلكم ساعدوا حالكم حسنوا الأمور زبطوا مشوا بعدوا عن المشاكل فيه ضرورة لحتى يصير فيه مفاوضات وبدكن تسمعوا الآخرين بدكن تطروا على الآخرين شوية مجمالات انتوا حساسين شوي زيد عن زوم لكن مفروض يمشي الحال ما تتأخروا بالمصالحة أو بالاعتذار الأحد الساعة 1 و 3 ظهر توقيت بيروت بيوصل أمر لبرش العقرب وهون بترتاحوا هون فعلا رح بتلاقوا انه انتوا صلتوا إلى تقريبا أريح مرحلة بهذا الأسبوع هناك مصالحة هناك مبادرة تجاهكم انتوا بتاخدوا مبادرة تجاه الآخرين فترة إيجابية فترة حلوة فترة منعشة وهي الفترة فترة الأفضل لتحسين ولتصحيح خطأ أو لأخذ يمكن مبادرة لتسوية مسألة معينة وبتستمر هالجو الحلو بيستمر معكم التانين فياللي عم بيشتغل رجاء نستفيدوا واستثمروا بإيجابيات هذا اليوم ياللي عم يتابعني من القارة الأمريكية نص صبح الأمر بموقع إيجابي برج العقرب كلكم محظوظين بهالأسبوع تقريبا بشكل خاص 28 شباط لستة أدار مارس كنوا حذرين 10-11 أدار مارس نرجع من التقي إذا ألا راد مع أبراج يومية وما تنسوا ترجعوا تسمعوا الأبراج الشهرية شهر قاب أو الصص لموالي برش الحوت بتلاقوا الرابط للوصف لهذا الفيديو شكرا للكون بي بي